الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن بنك مصري موجود هنا في مصر عمل شهادة العائد بتاعها بيسرف يومي يعني بينزل في الحساب بتاع حضرتك بصورة يومية طبعا كلنا عارفين أنه في سباق داير ما بين البنوك دلوقتي كل الناس بتتصابق على 750 مليار أصحاب شهادات 18% واللي هتبدأ تنزل في الحسابات من يوم واحد تلاتة الفين تلاتة وعشرين كل الناس كل البنوك بدأت تقدم خدمات لحد الخدمات الطبية شفناها في البنك الأهلي الفيديو اللي حضرتك شفته قبل كده وشفنا حاجات تانية كتير جدا 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 وكمان نحن هنبدأ نشوف وظائف مقدمة من بنوك لو حضرتك عميل في بنك معين وقرد وحاجة حلوة جدا جدا هقدمها لحضرتك بس لما أعرف كميع المعلومات عن موضوع القرد والوظيفة هقول لحضرتكو بعد كده هي عبارة عن ايه البنك نتاع النهاردة هو بنك سايب بنك سايب هو بنك من أعرق البنوك في القطاع المصرفي واللي بتقدم جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية ويساهم في تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية بالإضافة إلى المساهمة في تمويل تجارة مصر الخارجية ومقيد في القطاع المصرفي ومراقب من البنك المركزي موجود عنده أكثر من 34 بنك في جميع محافظات مصر طيب أنا ليه اخترت لحضرتك البنك ده لأن البنك ده بصراحة من أعرق البنوك المصرية هي قطاع خاص بس برضو حاجة محترمة جدا جدا ولأن ده أول بنك يعمل شهادة عائد عليها يومي ويفايد عليها كمان محترمة جدا يعني إيه عائد يومي؟ يعني حضرتك بتاخد العائد بتاع الشهادة بيقسم بيتم تقسيمه على 365 يوم بتاخد العائد السنوي بيقسم على 365 يوم كل يوم فيهم بينزل لحضرتك العائد على حسابك بصورة يومية طيب هل ده زي حساب التوفير؟ أقول لحضرتك لا إطلاقا حساب التوفير أولا بيبقى العائد عليه ما بين 3 و 4% تاني حاجة طبعا باستثناء البنك العرب الأفريقي وعلى فكرة الموضوع بتاع البنك العرب الأفريقي أو الحساب التوفير بتاع البنك العرب الأفريقي ده انتهى خلص أنا أقول لحضرتك أنه كان لمدة معينة ده بقى هنا بيديني مواصفات الشهادة يعني هقدر أربطه بصورة شهادة والعائد بينزل عليها بصورة يومية زي وزي حساب التوفير بالزبط وده طبعا أوبشن غير عادي وكمان الشهادة مدة طويلة لمدة 3 سنوات يعني هاخد الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 16 عائد يوم 16% وطبعا 3 سنوات احنا قلنا ده أوبشن كبير جدا 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 هنا انه أنا مش هربط فلوسي زي ما قلت لحضرتكو في حساب توفير هربطها في شهادة يعني انا ما ينفعش حساب التوفير انا قلت لحضرتكو قبل كده كتير حتى لما كنت بقول لحضرتكو على حساب البنك العربي الأفريقي مرشح أو مرجح جدا انه البنك المركزي يلغي الحساب ده النوع ده من حسابات التوفير هنا بقى هو ما يقدرش يلغي الشهادة ليه؟ لان أنا رابط شهادة ديها مدة معينة أنا بس اللي أقدر أتحكم في أنها تتلغي بإني أكثرها بعد ستة شهور طبعا الشهادة من فاش تتكسر غير بعد مدة ستة شهور زيها زي أي شهادة تانية طيب أنا عايزة أخد مثال أنا هنا لو حطيت سي مثلا معي 20 ألف جنيه هاخد عليهم 32 ألف جنيه 16 ألف جنيه لكل 100 ألف جنيه في السنة يبقى 32 ألف جنيه في السنة الواحدة هيقسمه على 365 يوم هيكون العائد تقريبا حوالي 89 جنيه في اليوم طيب لو حضرتك قلت ده قليل هقول لحضرتك فيه بنك حكومي موجود دلوقتي هابقى أعمل لحضرتكو عليه فيديو تاني عامل شهادة 6% 8% 11% برضو لمدة 3 سنوات يبقى 16% طبعا عائد حلو جدا ومش وحش وما تنساش اوبشن إن الحساب بينزل لحضرتك بصورة يومية يعني فيه سفلوس بتدخل لحضرتك في الحساب بتاع حضرتك بصورة يومية الحد الأدنى لشراء الشهادة هنا 5000 جنيه مصري وهي بالمصري بس وما تنفعش تكون بالدولار وكمان عنده شهادات طبعا أقدر أكسرها خلاص ما فيش مشكلة أقدر أكسرها بعد 6 شهور ودايما لما بقول كلمة تقدر أكسرها بقول لحضرتك وبفكر وبذكرك إنه حضرتك في حال كسرت أي شهادة على الإطلاق في أي قطاع مصرفي إلا البنوك الإسلامية بتخسر من 60% ل70% من قيمة الفايدة اللي حضرتك أخدتها على الست شهور اللي فاته طيب هل دي بس الشهادات اللي موجودة عنده هقول لحضرتك بلا موجودة عنده زي كل البنوك التانية شهادات 18% لمدة 3 سنوات برضو في نفس البنك بنك سايب طيب حضرتكو شايفين المنافسة قهوية جدا جدا ليه بين البنوك المصرية وكل يوم بنشوف بنك جديد وشهادات جديدة أقوى من اللي قبلها سمعنا كلام كتير جدا في الفترة اللي فاتت عن أنه البنوك بتقدم أوعيات دخارية كويسة أو أنه بتتصابق على العملاء عشان حاجة واحدة بس أنه بيسحب السيولة اللي موجودة في السوق أو في جيوب الناس أو من الآخر بيلم فلوس الناس علشان خاطر هيعلن إفلاس وهيسحب فلوس الناس بالزبط زي السيناريو اللي حصل في لبنان هقول لحضرتك استحالة ده يحصل لأكتر من سبب أولا عمرها ما حصلت في مصر ولا إن شاء الله هتحصل أبدا 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 إحنا شايفين عندنا البنك المركزي بيحاول اليوم يندور بيحافظ على قيمة الجنيه بصورة غير طبيعية كان من الأولى أن يلم فلوس الناس والحكاية تخلص بالعكس طيب حضرتك الشهر اللي جاي عادي جدا أن حضرتك تسحب فلوسك وتاخد شهادة الثمانتاشر في المية محدش هيخصب حضرتك أنك تجددها كمان إحنا من كام يوم لما قلنا حكاية الفلوس بتتجدد تلقائيا قلت لحضرتكو الشهادة بتتجدد تلقائيا قلت لحضرتكو الغلطة بتبقى عند حضرتك أنت اللي مش سيب تعليمات في البنك أنه الشهادة لما تخلص ما تتجددش تلقائيا وأنا اللي أروح أقول لهم أو اتصل أو من خلال الموقع أقول أني مش عايز الشهادتي تتجدد لكن كسيستم للبنك ده شيء تلقائي وطبيعي الحاجة التانية أنه يوافين العائل الدخاري المغري اللي حضرتك شايفه الخامسة وعشرين في المية ده احنا بنعمل الشهادة الشهر اللي فات الشهر اللي جاي التدخم يقل عليها يقولها يبقى فين العائد المغري اللي يخليه يعلن إفلاس ويلمي الفلوس والكلام ده كله لما حضرتك تشوف خمسة واربعين وتمانية واربعين وخمسين في المية اعرف أنه ده ممكن يحصل ده احنا بنتمنى أن يكون فيه تلاتين واحد وتلاتين في المية مجرد ما بنسمع تصريح ولا حاجة بنبقى فرحانين بها جدا جدا والحد النهاردة محدش يقدر يجزم أنه فيه شهادة تلاتين في المية أو واحد وتلاتين في المية كلها مجرد قراءات لللي موجود وتوقعات إذن السيناريو ده من رابع المستحيلات أنه يحصل عندنا هنا في مصر ما تقلقوش القصة كلها أنه معمول حساب شهادات التمنتاشر في المية والسبعمية وخمسين مليار جنيه اللي هيكونوا موجودين في البنك الأهلي وبنك مصر فكل البنوك بتحاول أنها تتصابق على أنها تاخد جزء من الترطة دي دي كل القصة لأكتر ولا ألا ما تقلقوش من حكاية الإفلاث دي خالص مش كل ما بنشوف يعني ليه كل ما بنشوف حاجة ممكن تكون فيها ولو خير واحد في المية بنحاول نخوف بعض ونرعب بعض زي بالظبط نفس اللي كان حاصل أيام شهادات الـ 25% خسارة أصحاب شهادات الـ 25% شهادات الـ 25% ما فيهاش مكسب الناس بتخسر مفيش حاجة مع الكلام ده كله خالص وأنت لو كنت حضرتك حاطة الفلوس في البيت من يومها كنت كسبت ولا خسرت أكيد طبعا كنت هتبقى خسرا أكتر بكتير من نودتها البنك تخلوش حد يقلقو إن شاء الله اللي جاية يكون أفضل بإذن الله وخصوصا لأصحاب شهادات الـ 18% أقول لحضراتكم إن الموضوع ما بقاش توقعات يا جماعة لحضراتكم مناسبة لحد ليكو يتفضل يعملها أنا بس بقول لحضرتك المعلومة وحضرتك ليك القرار وما زلت بقول كل مرة بقول لحضراتكم على شهادة جديدة بقول محدش يعمل شهادات دلوقتي إحنا بس بنقول إيه اللي موجود لكن هنستنى لحد ما اجتماع البنك المركزي أو الاجتماع لاجنة السياسات في البنك المركزي يوم تلاتين تلاتة وبعد كده أو لو كان فيه اجتماع طارق واحد تلاتة بعدها نبدأ نتحرك ونقول لحضراتكم تعملوا إيه ونحسب مع بعض لو فيه شهادات قديمة نحسب الخسارة والمكسب ونبدأ نتوكل على الله هتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لحضراتكم وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله